الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية حلمت أني قتلت تمساح في المنام ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير قتلت تمساح في المنام علامة على الانتصار على الأعداء من رأى أنه يقتل التمساح في المنام إشارة من نجاته من عدو قريب منه والله أعلم حلم قتل التمساح في المنام إشارة إلى تحقيق الأمنيات والأهداف في الحياة إذا رأى الشخص أنه يقوم بقتل تمساح وسلخ جلده علامة على الرزق الوفير الذي سيحصل عليه رؤية التمساح الأخضر في المنام إشارة أنه يجب أن يأخذ حزره ممن حوله والله أعلم إذا رأى الشخص تمساح أخضر صغير في المنام إشارة إلى المشاكل والأزمات التي سوف يحل بها قريبا التمساح الأخضر في المنام علامة على التخلص من المشاكل والصعوبات في الحياة من رأى في منامه أنه نجى من التمساح في المنام علامة على وجود العديد من اللصوص حوله عند رؤية النجاح من التمساح في المنام إشارة إلى المشاكل والأمور الصعبة في الحياة حلم النجاح من التمساح في المنام علامة على سلطان ظالم أو حاكم ظالم رؤية النجاح من التمساح في المنام إشارة إلى سلوكيته الخاطئة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم رؤية التمساح في المنام بشكل عام دليل على سوء الأخلاق لصاحب الرؤية والله أعلم من رأى تمساح في الحلم وكان ظالما علامة على انكشاف أمره حلم التاجر بالتمساح إشارة إلى الأزمات المالية التي ستحدث له إذا رأى الرجل التمساح في المنام إشارة إلى قصر عمر هذا الرجل والله أعلم التمساح في المنام علامة على الفسق والفجور لصاحب الرؤية من رأى تمساح في منامه علامة على الأزمات الكبيرة التي ستحدث له قريبا رؤية التمساح يأكل صعبان في المنام علامة على المحرمات التي يقوم بها وأعمال السحر والشعوز والله أعلى وأعلم حلم أكل الصعبان من قبل التمساح في المنام علامة على الخداع والغش والله أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته